السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم مراجعة لمادة العلوم موضوع الهرم الغذائي أو المجاميع الغذائية حيث يقسم الغذاء إلى أربع مجاميع هي مجموعة الخبز والحبوب مجموعة الحليب مجموعة الفواكه والخضروات مجموعة البروتينات اللحوم والبقوليات في هذا الدرس سنقوم بشرح الدرس عن طريق اللعب باستخدام أقماش الكتا حقيبة الغذاء نفتح الحقيبة لنرى ماذا يوجد داخله حقيبة الغذاء الصحي أو المجاميع الغذائية نبدأ أولاً بمجموعة الخبز والحبوب اللي هي الكاربوهيدرات الغنية بالطاقة تزود الجسم للطاقة اللازمة للقيام بالفعاليات الحيوية تشمل الخبز والمعجنات والرز قمت بصنع الأغذية من أقماش الكتا هذا مثلاً الرز نضعه هنا والصمون أو الخبز والبسكويت هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الحليب ومشتقاته الحليب أين الحليب؟ الحليب مجموعة الحليب والأجبان وغيره هذه المجموعة تزود الجسم بالكاليسيوم لبناء العظام ونمو الأسنان المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الفواقه والخضروات مثل ما تلاحظون نماذج كثيرة من الفواقه والخضروات الأنناس التفاح البرتقال ماذا لدينا أيضاً؟ البرتقال الرقي مجموعة الفواقه الخضر مثلاً طماطع بذنجان البصل الخاس والكرافس القرنبيط القرنبيط الطماطع الفليفلة الحمراء هذه أيضاً من ضمن الفواقه الليمون والمجموعة الأخيرة اللي هي البروتينات البروتينات نضم اللحوم نضعها هنا هذه تزود الجسم بالبروتينات لنمو العضلات والدماغ كذلك أيضاً لدينا لحم السمك ماذا أيضاً؟ البيض من البروتينات أصبح لدينا أربع مجاميع غذائية مجموعة اللحوم مجموعة الفواقه والخضروات مجموعة الكاربوهيدرات اللي هي الحبوب والرز مجموعة الحليل أطفالي الحلوين من يأتي معي لنحضر مائدة طعام تشمل غذاء صحي نأخذ لحم الدجاج نضعه على النار أشعلنا النار ونأخذ مثلاً الصحن أو الماعون نضع فيه غذاء صحي يشمل لحوم مثلاً لحم الدجاج نضع الطماطع والخيار والصمون والليمون من يحب أن يتناول هذا الطعام الشهي تفضلوا معنا نحضر طعام آخر طعام الإفطار طعام الإفطار الصحي سيكون البيضة والصمون والحليب نقوم الآن بربط كل مجموعة غذائية مع مصدرة مثلاً لدينا الفواكه والخضروات مصدرة نباتي إما تكون شجرة شجرة الفواكه أو عبارة عن شجيرات صغيرة الرز والحبوب مصدرة نباتي مثل ما تلاحظون مصدرة نباتي نضع المجاميع الغذائية اللي مصدرة نباتي جنباً إلى جنب الفواكه والخضر وكذلك الحبوب والرز نأتي إلى البيض من أين نحصل على البيض؟ من الدجاجة الدجاجة تعطينا البيض لحوم السمك من الأسماك التي تعيش في البحر بالنهر أو البحر لحوم الدجاج وكذلك لحم الغنم والبقر مصدرة حيواني الحليب نحصل عليه الحليب ومشتقاته من البقرة أغذية مصدرة حيواني وأغذية مصدرة نباتي نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر